اخواني واخواتي في كل الوطن العربي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم كل عام وانتم بخير النهاردة الحلقة رقم 18 في رمضان عايزين نشرح حاجة مهمة جدا وبسرعة لما حضرتك بيكون عندك انزلاق غضروفي او ضيق في قناة النخاع الشوكي او فقرتين متحركين اللي بيوجعك هو العصب او خشونة طبعا كل ده اللي بيوجعك العصب يبقى انت لما يبقى عندك انزلاق غضروفي او ضيق في قناة النخاع الشوكي او خشونة في الفقرات او فقرات متحركة بنعالج ايه العصب مش بنعالج دول يعني الغضروف مش لازم اشيله انا عايز اعالج العصب تمام يعني الفقرة المتحركة مش لازم تتسبت انا عايز اعالج العصب الخشونة مش اقعد اوجع دماغي في ان انا عالج الخشونة انا عايز اعالج العصب ضيق قناة النخاع الشوكي مش لازم اوسعه انا عايز اعالج العصب تمام؟ لكن لو الحاجات دي قدت إلى مشكلة مش في العصب في النخاع الشوكي فلازم يتعمل جراحة ده الموقف اللي لازم يتعمل فيه جراحة لكن لو عملت ألم يبقى هي مؤثرة على العصب مش لازم تعمل جراحة أنت عايز تعالج العصب تمام؟ نفس الحكاية في الركبة أنا عندي أطعف الغضروف طب أنا عايز أحمي العظم اللي بيوجعك العظم عندي أطعف الرباط الصليبي اللي بيوجعك أن العظم لمس بعضه طب أنا عندي خشونة اللي بيوجعك أن العظم لمس بعضه أنا عايز أحمي العظم عايز أعالج العظم مش عايزه يحتك مش شرط أن أنا بعقلي القاصر أو عندي تقوص في الركبة فلازم أعدل التقوص لا أنا عايز أحمي العظم يعني بقى أنت تقولي أنا عندي أطعف الرباط الصليبي معلش أنا عايز أحمي العظم أنا عندي أطعف الغضرو أنا عايز طبعا أعالج الحاجات دي بس أنا أهم حاجة عندي أحمي العظم اللي بيوجع فاهم قصلي إزاي؟ ليه لان انت ممكن يجيلي ناس انا بتكلم على كبار السن مش بتكلم برضو في الركبة يعنى الشباب اه عنده روباط صليبي مقطوع روح اعمل منظار لو انت سنك اقل من 20 سنة 25 سنة عندي قطعف الغضروف الهلالي روح اعمل منظار تمام انا بتكلم عن الناس اللي هي عندها خشونة في الرجبة شديدة تقوص في الرجبة تاكل ويقولولو انت عايز تغير مفصل الرجبة لما انا باجا اقوله ايه احنا حنعمل حقنا مادة جيلاتينية عشان نحمي العظم حديك علاج عشان نحمي العظم يقولك ايه وانا حسيب الخشونة يا دكتور معالي جهاش هو انا حسيب الرجبة متقوصة كده لا اعدلها يا حبيب اعدلها اتفضل روح اعدلها تمام وشوف انت العظم بتاعك حيتحني ولا لا فدايما اقول كده لو المخ ماشي بالعقل ما كانش حد دخل كلية الطب يعني الموضوع ما هواش ببساطة الرجبة متقوصة يبقى لو عدلتها انا كده هتحسن الغضروف متاكل لو جبت غضروف حطيته انا كده هتحسن الرجبة متاكلة خالص لو انا شلتها وعملت مفصل صناعي انا كده هتحسن ما هواش بالsimplicity دي مش بالسهولة دي مكانش حد غلب انا عندي غضروف طلع من مكانه لو انا شلته انا كده بقيت زي الفل مكانش حد غلب عندي فقرة متحركة لما رجعها ومصمرها يبقى انا بقيت كويس مكانش حد غلب القناة العصبية ديقة لما انا وسعها بقيت حلو ما كانش حد غلب والناس مجربة عايز اللي بيوجعك اللي سبب المشكلة حتعلقه مش تمسك الحاجة اللي قدامك بمنتهى البساطة زي الاطفال كده الفقرة تحركت نعدلها الرجبة تقوست نكسرها ونعدلها كده خلاص لا الطب مش كده خالص الطب مش ماشي بهذا الشكل ولو الطب ماشي كده ما كانش حد بقى دكتور انت لو رحت الواحد قلت له بص لوك بيتي فيه اخشونة يقول لك روح اعمل عملية غير المفصل ما هو كده دكتور ما هو مادم شخص وقرر فهو طبيب مش لازم يعمل لك الحاجة بيده يعني الدكتور ده اللي بيقرر ويشخص ده كده دكتور مش لازم ينفذ فانت ما كانش حد غلب وما كانش حد داخل كلية الطب يبقى انت لازم دلوقتي اي مشكلة في العمود الفقري اللي بيقلمك العصب الا لو في شال الاوضاع فلازم تعمل جراحة طبعا في الرجبة الا اذا كانوا بيشيلوك يدخلوك الحمام لازم تعمل تغيير مفصل انا ما بقولش الجراحة نرميها في الشارع يعني تمام لكن قصدي مش على اي وجه تقوم انت تجري تعمل العملية الجراحية اتمنى كون افتكو وكل سنة وانتو طيبين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته